اخي اخيتي وتعب وكد بلا ثمرة فان فقد المؤمن اخلاصا ذهب العمل هباء فهذا يعمل ليرضي مديره وهذا يطلب العلم لاجل وظيفه وهذا يتقرب بعمله ليقال متقن ولذا اول من تسعر النار عليهم ثلاثة رجل قارئ قرآن ليقال قارئ وقد قيل ومنفق ماله ليقال جواد وقد قيل ومجاهد ليقال شجاع وقد قيل فكلهم فقدوا مفتاح الجنة وهو الاخلاص فان قال قائل وكيف اذهب عني الرياء فانه شرك خطير ومهلك فاقول اسمع الى بشرى الحبيب صلوات ربي وسلام علي عندما قال لابي بكر رضي الله عنه الشرك فيكم اخفى من دبيب النمل وسادلك على شيء اذا فعلته اذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم اللهم ارفع قدر من سمع ونشر المقطع وارزقه الاخلاص في العمل وصلى الله على من اذا صليت عليه صلى الله عليك بها عشرا شكرا